ومفاجآت حقيقة يعني يمكن منتكلم وحنسرت في الخبر ده وكاس أمم أفريقيا وكل الغير متوقع اللي حصل الحقيقة يعني من بداية هذه البطولة لغاية نهايتها بفوز الكودفور طبعا هنتكلم في تفاصيل كل ده ناس كلها كانت تقولك طبعا نيجيريا هي اللي حتفوز الأقرب الأقوى فنيا المنظمة أكتر المستقرة إداريا أكتر لكن مفيش حسابات فعلا في كورة القدم يعني والأول مرة كمان تبتكلم عن الأرض المضيفة إن هي تفوز بالبطولة إرجع بقى بالتاريخ لمصد تريبا عام 2006 حاجة كانت زي كده فيعني هنتكلم طبعا في كل التفاصيل دي بس مبروك قدفور كاس أمم زي ما قلنا غير متوقع بس أنا سعيدة بإن إحنا بنشوف برضو منتخبات يمكن بعدت شوية عن الساحة لكن بتعود مرة تانية بقوة رغم كل التحديات اللي قدفور تحديدا مرت بيها هنتكلم في كل ده طبعا في فقرة النهاردة لكن خلينا نتكلم عن تحديات هذا الموسم كمان في الألعاب الأخرى وهيكون دفنا فيها هيكون معنا الألعاب الصلاة بالأهلي أستاذ أحمد رشاد طبعا ضفنا العزيز جدا وزميلنا العزيز وهنتكلم كمان مع الأستاذ كريم فضل والنقد الرياضي وفقرة مطولة عن كل ما يحمله بقى ملف كرة القدم من أبعاد خلينا نقولها بهذا الشكل ولا سيما ماتش مبارح لأن فيه ناس كتير فعلا كانت متوقعة أن النتيجة هتكون في النهاية لصالح نيجيريا لكن زي ما نهواندي بتقول فعلا في كرة القدم ما فيش حاجة يعني مستحيل ما فيش حاجة مستبعدة دايما فيه مساحة كافية لوجود مفاجآت كون دفوار اللي في البطولة دي اللي في النسخة دي اتقال عليه أنه هو القادم من بعيد لدرجة أنه في مرحلة من المراحل كان خلاص شبه متوقع أنه مش هيوصل أبدا لمرحلة مباراة النهائي لكن اللي حصل أنه وصل بالفعل بوضع نظر بقى عن الحزبة اللي نتج عنها هذا الأمر لكن الحقيقة يعني شفنا تفصيلة الروح لما بتكون حضرة بينتج عنها ايه مبارح شفنا ماتش قوي جدا 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 في نهاية كأس الأمم الأفريقية نقدر نوصف أحداث المباراة دي بالنهاية يعني السيناريو بتاعها هو سيناريو تاريخي ودرامي وغير متوقع بأي حال من الأحوال لكن في النهاية توج منتخب كودفوار بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا للمرة التالتة في تاريخه بعد ما فاز على نيجيريا بنتيجة 2-1 في طبعا ماتش النهائي اللي بيحمل نسخة رقم 34 من هذه البطولة اللي أقيمت على ملعب الحسن وطارة بالعاصمة أبي جان الشوط الأول أحرز من خلاله ويليوم تروست إيكونج الهدف الأول لمنتخب نيجيريا الكلام دي حصل في ديئة 38 لكن الأوضاع اتقلب 182 درجة في الشوط الثاني كودفوار سجل الهدف اللي هو هدف التعادل في ديئة 62 ثم الهدف الثاني القاتل في ديئة 81 منتخب كودفوار كان تأهل للمباراة دي طبعا للمرة الخمسة في تاريخه بعد ما فاز على الكونجو الديمقراطية في نصف النهائي بهدف نظيف كمان وصل منتخب نيجيريا لمباراة النهائي للمرة التامنة في تاريخه بعد ما فاز على جنوب إفريقيا برقلات الترجيح 4-2 طبعا بعد نهاية الماتش اللي تعده فيه تعده الإيجابي واحد واحد خلال الوقتين الأصلي والإضافي طبعا مليون مبروك لكودفوار كان الود وودنا يكون ماتش النهائي بيجمع مصر بحد من الاتنين نيجيريا أو كودفوار لكن نرجع ونقول قدر الله وما شاء فعلا حلوى الود وودنا دي أكيد يعني انت بتتكلم أساو كان حلم كمان مبني على أساس يعني خلال نقول انت عندك الأساس ده جزء منه واقع وجزء منه كان تاريخ لكن ما كانش فيه بقى حاضر أو مستقبل عشان كده احنا كنا دايما بنقول احنا تاريخنا قوي جدا لكن حاضرنا ومستقبلنا بيقول ايه حاضرنا كنا متفقلين شوية قلنا روي فيتوريا وقلنا سيبي لا بأس بي وقلنا راجل فاهم اللعيبة واللعيبة كانت بتحبه وقلنا خلال نصبر عليه للنهاية والوديات مخسرناش فيها فقالك انت يعمل المطلوب منه يعني كل الأجواء كانت تقول ان فيه حاضرنا مبادرة خير أو خلال نقول تفاؤل لكن المستقبل ما كانش تماما بيحمل لنا أي خير بأسف الشديد في هذه البطولة سيناريوهات حصلت نتمنى ان هي لا تقرر مرة أخرى ونتمنى بإذن الله يكون فيه أفضل في القادم لأن فعلا فعلا احنا كجماهير مصرية تعبنا تعبنا من التخبط في القرارات تعبنا من عدم التخبط في الاختيارات خلينا نقول فنتقلنا وندعم وإحنا على فكرة أعتقد الجماهير المصرية بجد هي ما اعترضتش على أي اختيارات حتى لما كنا منتكلم عن الموسم اللي غيرنا فيه ثلاث مدرين ثانين يا كريم ما حدش اعترض احنا كنا مستغربين بس ما كانش فيه حد بيقولك لأ شيل ده وحط ده لا اعمل كذا كنا ناس كتير على السوشال ميديا أبت انتقد لكن كنا سايبين الدنيا تمشي ومستغربين نشوف والدنيا ما مشيتش نتمنى الأفضل إن شاء الله في الفترة القادمة خلينا بقى نتكلم شوية عن سيناريو الفوز بالبطولة لقادفور لأنه هو البعد قالك ده سيناريو أو فوز بالبطولة هو درامي شوية لأن أولا خلينا نرجع كده ببداية قادفور منتخب قادفور تخطى دور المجموعات أصلا هو كان معاه وقتها ثلاث نقاط بس وكان لازم أنه هو يستنى كان لها حسابات عشان المغرب كانت وقتها تفوزة على زامبيا في المجموعة كتسادسة لو أنا مش غلطانة عشان يحسن مكان ليه فيه دور ثمن النهائي كان واحد من أفضل أربع منتخبات يعني المركز الثالث يعني أنت بتتكلم أنه هو واجه بجد صعوبات في دور المجموعات يعني في كل الأمور لكن قدر أنه هو يتخطى قدر كمان لا خلال الحظ كان ليه دور كبير جدا مع منتخب قادفور في المرحلة دي لكن فكرة أو فكرة غريبة أنك تتغلب في المجموعات وتكسب في النهائي أنت فاهم يعني فيه حاجة طبعا مش هنقول مش مفهومة بس بتحصل بتحصل برضو في قرتك قادم